انك تكون انسان عندك مخاوف دي حاجة طبعية بس انك تكون متأكد ان المخاوف دي هتكون حقيقة في يوم من الايام ده يخليك تعيش في كابوس طول حياتك شوف الفيديو للاخر عشان تعرف اصل الحدوثة فيلم اس من اخراج جوردان بيل من هنا بيبتدي فيلمنا بنشوف اعلان في التلفزيون عبارة عن حملة لمسك ايادي متعاونة وده كان للقضاء على الجوع ومساعدة المحتاجين وكل ده كانت بنت صغيرة بتشوفه بعدها نده لها ابوها وامها عشان ياخدوها للملاهي لان ده يوم عيد ميلادها والطفلة دي اسمها ادي بيوصلوا الملاهي وبيقضوا وقت جميل مع بعض بس الام كانت عاوزة تروح للحمام فطلبت من الاب ياخد باله من بنته لانها مرديتش تروح مع ممتها الاب قال لها انها قدامه وهو بيلعب لعبة عشان يكسب حاجة لبنته بس هنا ادي حست ان فيه كوة بتخليها عاوزة تروح لمكان في الاول كانت مترددة وبعدين رحت ودخلت لبيت كده مليان مرايات كبيرة وكتيرة وكان لازم تعرف المخرج عشان تكسب بس كانت مرعوبة بسبب الظلمة حاولت تصفر عشان تخفف عنها الخوف بس هنا تمنت انها ما عملتش كده لانها كانت بتسمع حد بيرد عليها لحد ما تخبطت في مراية بتشوف انها مش مراية بس خبطت في نسخة منها بعد ما بتمر سنين كتيرة بنشوف ادي بقت كبيرة ومتجوزة وعندها بنت وولد ورايحين عشان يقضوا اجازتهم في بيت عيلة بيوصلوا وبيكونوا متحمسين مع عدى ادي لانها مش مرتاحة بيوصلوا للمكان والقب جيب بيقول لهم لازم يروحوا للشاطئ عشان يقضوا وقت حلو ولكن هنا ادي بيتملكها خوف لان ده نفس المكان اللي ضاعت فيه زمان وده خلاها تفقد اعصابها تماما فعيلتها اخدوها لطبيب نفسي وقال لهم ان ده بسبب صدمة نفسية في الاول رفضت بس بعد ما جزها اصر انهم في اجازة ولازم يستمتعوا بوقتهم رديت فلبسوا وراحوا وكان شعور غريب لأيدي انها ترجع لمكان افتكرت انها مش تشوفوا في حياتها لانه عبارة عن صندوق مليان ذكريات سيئة فبيروحوا وبيقابلوا اصحابهم جوش وكيتي وطول ما هم بيتكلموا كانت ايدي عيونها على جيسون واخته ولكن هنا ما تلاقيش جيسون لانه راح الحمام واول ما يعدي في المكان اللي تاهت فيه مامته زمان بيشوف راجل شكله غريب مدينه ضعره وايده بتنقى الدم وفي مكان تاني بنشوف ايدي مرعوبة لانها في سانية ملقتش ابنها وده اللي خلاها تفقد اعصابها لحد ما بتشوفه جاي وهو مش عارف ليه مامته خايفة كده وده خلاهم يرجعوا تاني هل ده كان خوف ام في رأيكم ولا انها خايفة من ماضيها هي ايدي بالليل بتروح عند ابنها وبتطلب منه يديها المسك عشان ينام وبتقوله قبل ما تمشي انها كانت خايفة عليه لانها ام بس هنا قبل ما تقفل النور شافت راسمه الجيسون وهو واقف ورا شخص غريب مدينه ضعره وحست ان كابوسها بيتحقق تاني بس المرة دي مع عائلتها اللي بتخاف عليها فراحت ايدي الجزء عشان تحكيله انها مش حاسة براحة ولازم يمشوا من المكان ده فقالت له عن قصتها اللي كانت مخبيها عنه من سنين انها لما كانت صغيرة وضاعت شافت بنت شبهها تبكي الاصل وبتحس ان ده كيان بيطاردها من ساعتها وهي متأكدة انه قريب منها المرة دي لان احساسها ما بيجدبش وقبل ما تخلص كلامها النور بيقطع مرة واحدة فجيسون بيجي لهم وبيقول لهم ان فيها عيلة وقفة برة بيروح جاب يشوف مين فبيلاقيهم واقفين ولبسين لبسة احمر والغريب انهم ما بيتحركوش وهنا اول حاجة عملتها ايدي انها اتصلت بالشرطة جيب خرج عشان يعرفهم ان اللي بيعملوه ده غلط وممنوع وممكن يحبسهم بعدها بيدخل عشان يجيب مضرب بيسبول عشان يخوفهم بس هنا كل واحد فيهم روح في مكان متفرق بسرعة وده خل الجيب يترعب ويرجع يقفل البيت لكن المفاجأة ان في واحد من الناس دول عارف ان فيه مفتاح احتياطي ومكانه كمان فبيفتح البيت رغم محاولات جيب انه يمنعهم بس اول ما شافوهم اعرفوا انهم بيتعاملوا مع نسخ من انفسهم تبقي الاصل وان مخاوف ايدي بقت حقيقية فقعدوا قصاد بعض وبدأت نسخة ايدي تتكلم ان في مرة كان فيه بنت صغيرة اسمها ايدي كانت لها قارينة اسمها رد وكانوا متواصلين مع بعض بس مش في نفس المكان وكل ما كانت حاجة جميلة بتحصل للبنت ايدي كان الاسوأ بيحصل للبنت رد زي انها تجوزت شخص وسيم لكن قارينتها كانت متجوزة من ابراهام لانه هو قارين جيب ولما ايدي خلفت بنت جميلة زهرة قارينتها خلفت وحش دايما بيتحك اسمه امبر ولما كانت عاوزة تخلف طفلها التاني ايدي خلفت جيسون لكن قارينتها خلفت بلوتو وهنا النسخة ادت ايدي سلسلة عشان تربط نفسها ايدي وفقت بدون تردد عشان ما كانتش عاوزة اي حد من عائلتها يتضرر وطلبت رد القارينة من عائلتها المستنسخة ان كل واحد ياخد اللي شبهه ويقضي عليه فابراهام اخد الاب وايدي صار اخذ في بنتها تهرب من امبر بس بتلحقها عشان تقتلها واول ما بتكون زورة محاصرة وخالص هتقتلها امبر بتسمع حد بيزعق لها صاحب العربية اللي كانت امبر واقف عليها لكنها بتنزل وبتقتله بعد ما بتكون زورة هربت منها وبينشوف ابراهام حاطت كيس جنبه اللي كان فيه جيب بعد ما ضربه عشان يرميه في البحيرة واول ما خلاص هيعمل كده جيب اخد مضربه وفدل يضرب ابراهام ووقعه في البحيرة بس المركب بيشتغل وبيوقع جيب بعد كده بيرجع للمركب تاني وبيركب وقبل ما يشغله تاني ابراهام بيطلع من المياه بس المرة دي بيموت لان الجيب بيشغل المطور فبيضربه وبيسحب ابراهام بنرجع للبيت وبنشوف ريد وهي بترائب ابنها بيعمل ايه مع جيسون وخلت ايدي لوحدها ودي كانت فرصتها عشان تحرر نفسها وتغير كل اللي بيحصل قدامها هنا ريد بتسمع ابنها بيخبط في الباب وبتعرف ان جيسون هو اللي عمل كده وحبسه فهنا ايدي بتندع على ابنها ولما شفته اخدته هربوا من البيت بيسمعوا صوت مركب وكلهم اتجمعوا خلاص فبيروحوا على جيب لانه كان مستنيهم عشان يهربوا ويروحوا لبيت جوش وكاتي واول ما بيوصلوا وبيدخلوا بيعرفوا ان اصحابهم برضو تقتلوا من عيلة مستنسخة واول ما شافوا ايدي مسكوها وبيكونوا عاوزين يقتلوها جيب وجوش بيدخلوا في صراع رغم ان جيب بيكون متصاب في رجله الا انه بيقتل جوش بتلحق زورة امها قبل ما يعملوا فيها اي حاجة واول حاجة بتقابلها هم بنات جوش وكاتي المستنسخين اللي عاوزين يقتلوها لكنها بتقتلهم لانها ما كانتش عايزة حد يقرب من اخوها وبتكمل ماشي بتدور على مامتها فبتشوفها مربوطة بسرير ونسخة كاتي قاعدة تشوه في وش كاتي الاصلية ولكن زورة قبل ما تخبطها على رأسها نسخة كاتي بتكون اسرع منها واقعتها عشان تقتلها تحت صراخ ايدي لكن فجأة النسخة هي اللي وقعت لان جيسون قتلها بعدها بيحرروا ايدي وبنشوفهم قاعدين وهم مش عارفين ايه اللي بيحصل مرعبين وكام عدد المستنسخين دول اول ما بيفتحوا الاخبار بيشوفوا ان عددهم بيزيد وكمان عدد الاموات فبيكرروا يهربوا واول ما خلاص وصلوا العربية تصحابهم بتفتكر ايدي انها نسيت المفتاح ولما بترجع عشان تجيبه بتكتشف ان في جثة واحدة من البنتين مختفية فبتعرف انها لسه عيشة ولما كانت عاوزة تهرب البنت هجمت عليها وبعد محاولات كتيرة بتقدر ايدي تقتلها ولما نزلت شافت ان زورة عاوزة تسوق ولحظة امبر نسختها وقفة قدامها وهي مبتسمة ابتسمة مخيفة وطلعت فوق العربية بس هنا زورة كانت سريعة وقفت العربية بسرعة ودخل امبر تطير في الغابة فنزلت ايدي عشان تشوف اذا ماتت ولا لا فلاقيتها قدامها بتموت وهي مبتسمة وبعدها بيتحركوا في طريقهم لحد ما بيوصلوا للشاطئ وبيظهر لهم نسخة جيسون في ايده ولاعة فبتنزله ايدي تتكلم معاه بس هنا جيسون بيطلب من زورة وجيب ينزلوا من العربية بسرعة لان ده فخ بيكون كارينو دالي بنزين تحت العربية عشان يولع فيها لكن هنا جيسون بيعمل خدع من خدعه بدأ يرجع خطوات لورا ونسخته بيقلده لحد ما خلاه يدخل جوه نار ويتحرق وبكده خلص منه بس ده خلف جيسون يبعد عن عيلته لحد ما وصل لمكان كانت فيه ريد وخطفته وساعتها ايدي عارفت ان كارينتها اخدته لغرفة المرايات ولحقتها ودي كانت اول مرة تدخل للمكان ده بعد الحدثة بس كانت عاوزة تنكز ابنها فضلت تدور لحد ما لقيت باب وكان ورا الباب ده عالم تاني فشافت ما كان فيه ارانب كتيرة وعرفت ان ده الاكل للنسخهم عايشين عليه دخلت لقوضة وشافت ريد بترسل اشخاص مسكين ايد بعض يطر الرسمة دي بتفكركم بايه لو تفتكروا الاعلان اللي كانت ايدي بتشوفه وهي صغيرة وركسوا في الحدثة دي اول حاجة عالتها ريد انهم زيهم من لحم ودم ولكن البشر رفضوا يدهم حقهم وهما موجودين في المكان ده بسبب تجارب البشر فشلوا فيها عشان كده نفوهم للمكان ده فكان لازم يعملوا حاجة يوصلوا بها صوتهم ولكن في يوم ظهرت الطفلة ايدي وهي في غرفة الميريات والطفلة دي كانت فرصتهم الوحيدة عشان يتحرروا من السجن اللي هم فيه وساعتها ايدي كانت عاوزة تقتل ريد بس ما بتقدرش لانها نسختها وده اللي بيخليها حفظة كل تحرقتها بتتوقعها وبتتفاديها بسرعة بس ريد بتهجم على ايدي وهنا كانت فرصة الام انها تطعن نسختها وعملت كده وكمان خنقتها بالسلسلة اللي كانت مربوطة بيها وقتلتها وسمعت صوت ابنها محبوس في خزنة واخيرا اتحرروا وخرجوا من المكان المرعب ده اللي كان اكبر مخاوف ايدي طول حياتها وبيروحوا الجيب وزورها وهي بتسوق افتكرت اللي حصل لها في الليلة تعيد ميلادها زمان لما ضربت قارنتها وصحبتها للانفاء ولبست لبسها وخرجت لأهلها وكانت فقدة القدرة على الكلام لان القارين اصلا ما بيقدرش يتكلم وساعتها ودوها للدكتور النفسي وعلموها القراية والكتابة من الاول وهنا بنكتشف ان ايدي هي القارينة وانها عاشت مكان ايدي الحقيقية وكمان ايدي الحقيقية كانت مميزة عشان كده اصبحت قائدتهم وساعدتهم يتحرروا من اللي كانوا فيه وده معناه ان اللي تقترت هي ايدي الحقيقية تفتكروا مين الشخصية الشريرة فيهم ايدي ولا رد اللي كل واحدة منهم كانت عايزة تعيش بالنسبالي الشخصية اللي ممكن اتعاطف معاها هي ايدي الحقيقية لانها ما كانش لازم تدفع تمن غلطة ملهاش زنب فيها كل واحد فينا مر بتجربة خلي الدقات قلبه تتسمع ايه اكتر تجربة مرعبة مريته بها في حياتكم يلا حكولنا وهنشاركها معاكم في الفيديو الجاي وبكده يكون الفيديو خلص ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب ولو عجبك الفيديو تقدر تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة